السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتابه الكامل في التاريخ وأيضا الطبر في كتابه تاريخ الأمام جزء الرابع في قضية مهمة لها نساس بهذه الآيات الكريمة أرجو المتابعة لتكتمل لكم الصورة تعالوا معي في هذه الحلقة لنتبين ما هو هذا النجم ولماذا أقسم الله به ولماذا بعد القسم بهذا النجم أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن ضالا ولا على غواية وإنما إخباراته هي من الواقع ما الذي قاله الناس للنبي صلى الله عليه وآله حتى أنزل الله هذه الآيات يجب أن نفهم الحقائق وكما قال علي عليه السلام ألا لا خير في علم ليس فيه تفاهم ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر لنرجع إلى الآيات وأيضا في هذه السورة وكحالها من السور والآيات القرآنية اختلف المفسرون فيها سواء في سبب نزولها أو الموضوع الذي أخبرت عنه قسم قال إنها مكية والآخرين قالوا إنها مدنية كما ذهب إلى ذلك الحسن البصري في الآية الأولى منها وهي والنجم إذا هوى وهنا الله سبحانه يقسم بالنجم ولكن المفسرين وقع بينهم اختلاف شديد حول هذا النجم وما هيته فقسم منهم قالوا النجم تعني النجوم وآخرين قالوا الثرية وآخرين قالوا الشهوب التي تنقض على الشياطين أما قتاد فترك السورة وذهب إلى قصة لعتب بن أبي لهب كما جاء في تفسير الطبل لهذه السورة صبحة 526 وقال بأن النبي صلى الله عليه وآله لما قرأوا هذه الآيات قال عتب كفرت برب النجم فقال له النبي صلى الله عليه وآله احذر لا يأكلك كلب الله والكلب هناك الأسد وفعلا يكمل القصة بأن عتب هذا خرج في سفر معه ناس وحين جن عليهم الليل ليستريحوا سمعوا صوت أسد فقال لهم إني ما أكول فوضعوا في وسطهم وناموا ولكنه لم ينجوا من الأسد فأخذه من بينهم وهم لا يشعرون ولكن القصة غير مبررة فأن الكثير الكثير من قريش كانوا يشبون النبي ويكفرون بالله فلم يدعوا عليهم النبي ولم يأكلهم الأسد فلماذا أقحم الطابل الطبري هذه القصة هنا مع العلم بأن القصة معروفة ومشهورة عند جميع المؤرخين وأصحاب السير كما نقلها ابن سعد في طبقاته والطبراني في المعجم الكبير والبلاذري وابن حبان وهي كداتي بأن أبي لهب لديه ولدين عتبة وعتيبة وأمهم أخت أبي وشفيان التي قال عنها الله حمالة الحطب وكانوا قد خطبوا بنات الرسول صلى الله عليه وآله وأم رقي وأم كلثوم فلما نزل السورة المسد تبت يد أبي لهب وتب إلى آخر السورة فقال لهم أبوهم طلقوا بنات النبي صلى الله عليه وآله فجاء عتيبة إلى النبي وقال له كفرت بدينك وفارقت ابنتك وبسق أمام النبي صلى الله عليه وآله ثم تسلط على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشق قميص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وقال أما إني أسأل الله أن يسلط عليه كلبه يعني الأسد هذه هي القصة الحقيقية فليس لها علاقة على الإطلاق بسورة النجم وأما بالنسبة إلى تفسير البذوي فينقل شتة عراء مختلفة ومتباينة أولا عن ابن عباس في رواية الوالبي والعوفي النجم تعني الثرية إذا ذابت في الفجر ثانيا عن مجاهد هي نجوم السماء كما في تفسير الطبري أيضا ينقل عن مجاهد فقال إنه القرآن ثالثا برواية عكرمة عن ابن عباس النجم يعني الرجوم التي تنزل لرجم الشياطين رابعا مرة أخرى ينقل عن ابن عباس في رواية عطاء النجم هو القرآن لأنه نزل منجما يعني متفرقا وليس دفع واحد خامسا قال الأخفش إن النجم هنا هو النباتة التي لا ساق لها مثل الحشاش أو البطيخة أو القرحة أو غير ذلك من النباتات التي لا ساق لها أي ينبت على الأرض والسدل الذي آية والنجم والشجر يسجدان آية 6 سورة الرحمن سادسا ينقل عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهم السلام النجم يعني الرسول محمد صلى الله عليه وآله إذ نزل من السماء ليلة المعراج والهوي معناه النزل هذا ما قاله البغوي في تفسيره أما ما جاء في تفسير الوسيط أفرج البخاري ومسلم وابو داود والنسائي عن ابن مسعود بأن هذه السورة قراءها النبي صلى الله عليه وآله في الحرم والمشركين أيضا يسمعون وحين انتهى النبي صلى الله عليه وآله من قراءتها سجد لله فسجد الناس جميعا حتى المشركين إلا رجل واحد لم يسجد ولكنه أخذ تراب بيدي وسجد عليه وهو واقف وقال هذا يكفيني فرأيته بعد ذلك قتل كاثرا وهو أمي بن خلف وهنا لم نعرف الحقيقة لماذا سجد المشركون وهل إن المشركين يهمهم أمر الآيات أو النبي صلى الله عليه وآله حتى يسجدون بسجوده بل إن المشركون طالما آذوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساجد وأرادوا قتله وهو نائم وافتداء على ابن أبي طالب عليه السلام بنفسه وكل هذه القصة معروفة ومتواترة الذكر ولماذا لم يسجدون أي ابن خلف وأين عتبة بن أبي لهب في هذا المكان وفي هذا الزمان كما قال قتاد الذي أكله السبع والذي يقرأ هذه الآيات ويريد تفسيرها فهل يهمهم سجود المشركين من عدمه ولماذا يسجد المشركون من الأصل فهذه الرواية متنها متهالك ولا يصل إلى شيء أما تفسير ابن كثير فساق نفس القصة لكنه قال بأنه وجد أن الذي قتل كافرا هو عتبة بن ربيعة وليس أومي بن خلف وأنا الباحث الذي أبحث عن تفسير الآية ما الذي يهمني من الذي هلكه والإثناء المشركين ومن خلال هذا الذي بيته لكم باختصار شديد الآن السؤال حينما يسألك سأل عن هذه السورة أو أنت حينما تقرأ القراءة ويتبادل إلى ذهنك بأنك تريد أن تعرف ماذا تعني هذه الآيات فما هو الجواب لنفسك وللآخرين الجواب لا شيء وكأنك تقرأ اسطورة مشوشة ولكننا نعرف بأن كثير من الأساطير تكون منظمة وتخرج بنتيجة حين قراءتها يعني صحيح اسطورة ولكنها ذات مغزى وفيها هدف مقصود فهل إن قرآننا وهو كلام الله سبحانه وتعالى وهو المعجزة والبيان لكل شيء يعجز أن يعطينا شيء نفهمه حاشا من ذلك إذن فمن المسؤول عن هذا الإبهام والخلط والصور المشوشة لآياته العظيمة الجواب قطعا المسلمين الماضين منهم والحاضرين وذلك لأن الماضين لماذا لم يسألوا النبي صلى الله عليه وآله عن النجم مثلا ما هو ولماذا أقسم الله به ولماذا بعد القسم قال بأن نبيكم صلى الله عليه وآله لم يكن على ضلال أو على غواية وإنما كلامه كلام الوحي إذن ما الذي أخبر عنه من نبي صلى الله عليه وآله ولم يقبلوا منه أما بالنسبة إلى الحاضرين لماذا لم يحققوا بمثل هذه المسائل بعلمية وتدقيق وبدون طائفية وعداء لهذا أو ذاك تعالوا معي لنتبين بعض الحقائق المخفية ورجاءا بدون تعصم والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى أنقل لكم بعض ما جاء في بطول الكتب التي حاولت المفسرين عدم ذكرها وبشتى الأسالي ولا أعرف ما السبب مع العلم وكما لاحظتم بأن النقل معظمه عن ابن عباس فلماذا لم يذكروا الحقيقة التي قالها ابن عباس أو غيره وهي مختلفة تمام الاختلاف عن أقواله السابقة أول شي خليني أذكر لكم الحادثة التي نزلت فيها هذه الآيات ومن كتب السنة وليس من كتب الشيعة حتى لا يطلع لواحد ويتكلم بكلام سمج بغير علم ولا دراية جاء في كتاب المناقب وكما تشاهدون صورة الرواية أمامكم لابن المغازلي وهو أبو الحسن علي بن محمد الجلابي المغازلي الشافعي وهو حافظ ومؤرخ وقال عنه السمعاني بأنه كان فاضلا عارفا برجالات واسط وواسط هي منطقة في العراق جنوب بغداد وحاديثهم وهو شافعي المذهب وله عدة كتب جاء في صفحة 236 من كتاب المناقب رقم الحديث 313 باب 114 أخبرنا أبو البركات إبراهيم بن محمد بن خلف الجماري عن أبو عبد الله الحسين بن أحمد عن أبو الفتح أحمد بن الحسن بن سهل المالك المصري عن سليمان بن أحمد المالك عن أبو قضاعة ربيع بن محمد الطائي عن ثوبان ذنون عن مالك بن غسان النهشة عن ثابت عن أنس قال إن قضى كوكب على عهد رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله انظروا إلى هذا الكوكب فمن انقض في داره فهو الخريفة من بعدي فنظروا فلذا هو قد انقض في منزل علي فأنزل الله تعالى الآية والنجم إذا هوى إلى آخر السور وكما لاحظتم إن الحديث عن ثابت بن أسلم الذي قال عنه أحمد بن حنبل إنه تثبت الحديث ومن الثقات المأمونين وقال عنه العجلي ثقة ورجل صالح وقال عنه النساء ثقة إلى آخره وثابت ينقل عن أنس بن مالك وهو خادم الرسول صلى الله عليه وآله وأخرج هذا الحديث ابن جوزي عن طريق ابن عباس جزء الأول صفحة 372 وأخرجه السيوطي في الآله جزء الأول صفحة 357 عن طريق السدي محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وأيضاً وأيضاً ذكره الشوكاني في الفواهد صفحة 369 وقال رواه جوزقاني عن ابن عباس وأيضاً ذكر مثل هذا الحديث صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين الحاكم الحسكاني في كتابه شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في الجزء الثاني صفحة 275 وأيضاً جام في كتاب كفاية الطالب وكما تشاهدون في الصورة أمامكم أيضاً الكتاب وهذا الكتاب هو للعلامة محمد بن يوسف بن محمد القنجي الشافعي من أكاذر علماء الشافعية في أواصط القرن السابع الهجري وقد عرفه الذهب بأنه محدث مفيد وقال عنه ابن الصباغ بالإمام الحافظ وقال عنه أصحاب تراجب الرجال إنه ثقة وعدل متدين حافظ للقرآن والسنة وقال في كتابه وبسند آخر عن المغازلي وكما تلاحظون أمامكم أيضاً إلى أن يصل إلى حدثنا علي بن محمد بن الخليل بن هارون البصري حدثنا محمد بن الخليل الجهني حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال كنت جالساً مع فتية من بني هاشم عند النبي صلى الله عليه وآله إذ انقض كوكب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من انقض هذا النجم في منزله فهو الوصي من بعدي فقام فتية من بني هاشم فنظروا فإذا النجم قد انقض في منزل علي بن أبي طالب عليه السلام فقالوا يا رسول الله قد غويت في حب علي فانزل الله فانزل الله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى إلى آخر الآيات ويقول الكنجي أيضاً هكذا ذكره محدث الشام في ترجمة علي عليه السلام عن ابن عباس أيضاً ومثل هذا الحديث كما جاء بألفاظ أخرى ولكن باختلاف بسيط وتكملة حينما سقط الكوكب في دار علي عليه السلام قال له رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالنبوة لقد واجبت لك الوصية والخلافة والإمامة بعدي فقال المنافقون مثل عبد الله بن أبي وأصحابه لقد ضل محمد في محبة بن عمه وغوى وما ينطق في شأنه إلا بالهوى فانزل الله سبحانه السورة والنجم إذا هوى ولا أريد أن أطيل عليكم تعالوا معي لنرى ماذا فسر أهل البيت عليهم السلام هذه الآية كما جاء في كتاب الأمالي للشيخ الصدوق وهو عالم وفقيه وحافظ ومحدث وكتابه من لا يحضر الفقيه من الكتب الأربع المهمة عند الشيعة وعاش في القرن الرابع الهجري ينقل نفس الحديث عن ابن عباس ولكن بإضافة بسيطة وهو أن ابن عباس قال وكان أبي العباس من عبد المطلب وهو عم النبي يحب أن يسقط ذلك النجم في داره فيحوز الوصية والخلافة والإمامة ولكن أبى الله أن يكون ذاك بمعنى أن الله أراد عليا عليه السلام وجاء في تفسير البرآن الجزء الخامس أحاديث مشابهة إلى هذا الحديث ومسند إلى الإمام جعفر الصادق عن أبي محمد الباقر عن آبائه عليهم أفضل الصلاة والسلام وفي نفس الكتاب الجزء الخامس صبحة 189 جاء حديث بسنده إلى الإمام جعفر بن محمد عن آبائه إلى علي بن أبي طالب عليه السلام بأن هذه السورة نزلت بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وآله من المعراج وحدث قريش بفضل أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين قال قوم القريش ما أحلى الله إلى محمد بشيء وإنما تكلمه عن نفسه فأنزل الله تبارك وتعالى تبيان ذلك والنجم إذا هوى إلى آخر الآيات أما في كتاب الكافي جزء الثامن صفحة 380 بسنده يعني إمام باقر عليه السلام وهو يفسر بعض الآيات القرآنية في فضل أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله حتى وصل إلىه النجم إذا هوى قال عليه السلام أنقل لكم ما مضمونه يقسم الله بمحمد إذا قبض يعني إذا ارتحل إلى الله سبحانه ما ظل صاحبكم بتفضينه أهل بيته وما غوى وما يلطق عن الهوى يقول ما يتكلم بفضل أهل بيته بهوى وهو قول الله إن هو إلا وحي يوحى إلى آخر الحديث وهو طويل جدا وهذه الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام وبالمناسبة هي كثيرة ولكني اختصرتها تشبه ما قاله البغوي وهو يلقل عن الإمام جعفر صادق عليه السلام حول المعراج الذي يتبين حين جمع هذه الروايات سواء انقضاض النجم أو الكوكب وروايات تفضيل أهل البيت عليهم السلام نخرج بنتيجة بأن قوم القريش أو المنافقين من العرب أو بعض بني هاشم فعلا أشكل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتفضيله لأهل بيته وحتى يومنا هذا الإشكال قائم من كثير من الناس ومن المسلمين وبالتالي فإن الآيات تنسجم مع استمراريتها في القرآن وحين نزولها وإلى ما شاء الله سبحانه ما دام السبب قائم وأرجو من المشاهدين الكرام الاستماع إلى الحوار الذي دار بين عمر بن الخطاب وعمد الله بن عباس في خلافة عمر ينقل ابن الأثير في الجزء الثالث من كتابه الكامل في التاريخ باب ذكر بعض سيرته وفي صفحة 62-63 وأقتبس لكم قال ابن عباس بينما عمر بن الخطاب وأصحابه يتذاكرون الشعر فقال بعضهم فلان أشعر وفلان أشعر فأقبلتوا فقال عمر قد جاءك معلم الناس بها من أشعر الشعراء وهنا عمر يسأل ابن عباس قلت زهير بن أبي سلمة وليأتوقف هنا قليلا زهير هذا من أصحاب المعلقات في زمن الجاهلية وهو عبو الشاعر كعب بن زهير الذي هجى نساء المسلمين فهدر النبي صلى الله عليه وآله دمه ولكنه بعد ذلك استأمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال قصيدته المشهورة التي مطلعها بان السعاد فقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يجز مكبول واستمر إلى أن وصل إلى أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول ويطويل وحين انتهائه أعطاه النبي صلى الله عليه وآله هدية بردته أي عباءته ولذلك سميت هذه القصيدة بالبرد ولأنجع إلى الموضوع فقال له عمر هلوم من شعره وقال ابن عباس أبيات من شعره في مدح قوما من غطفان فقال عمر أحسن والله وما أعلم أحدا أولى بهذا الشعر يعني المديح من بني هاشم لفضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقرابتهم منه فقلت يعني ابن عباس وفقت يا أمير المؤمنين فقال يا ابن عباس أتدري ما منع قومكم منكم بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيقول ابن عباس فكرهت أن أجيبه فقلت إن لم أكن أدري فأن أمير المؤمنين يدريني فقال عمر كره أن يجمعوا لكم النبوة والخلافة فتفجحوا على قومكم بجحا بجحا يعني تفتخون وتتباهون على قريش فخرا لا يوازي فخرا فاختارت قريش لنفسها فعصابت ووفقت فهنا أن ابن عباس لم يعجبك لا عمر فقال أتأذن لي في الكلام وتلط عني الغضب يعني أتكلم براحتي ولا تغضب علي قال عمر تكلم فقال ابن عباس أما قولك اختارت لنفسها فعصابت ووفقت فلو أن قريشا اختارت لنفسها حين اختار الله لها لكان الصواب بيدها غير مردود ولا محسود وأما قولك إنهم أبوا في رواية الطبع لأن قريش كرهت أن تكون لنا النبوة والخلافة فإن الله عز وجل وصف قوما بالكراهة فقال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم آية 9 سورة محمد صلى الله عليه وآله ويستمر النقاش والكلام بين ابن عباس وعمر ابن الخطاب إلى أن قال عمر هيهات هيهات أبت والله قلوبكم يا بني هاشم إلا حسدا لا يزول فقلت مهلا يا أمير لا تصف قلوب قوم أذب الله عنهم الرجش وطهرهم تطيرها بالحسد بالحسد والغش فإن قلب رسول الله صلى الله عليه وآله من ضمن قلوب بني هاشم فقال عمر إليك عني يا ابن عباس إلى آخر الكلام ومثل هذا الحوار جاء أيضا في كتاب تاريخ الملوك للطبري جزء الرابع طبع الدار المعارف صبحة 323 ومن خلال هذا الحوار يتبين لنا بأن سورة النجم حقيقتها هو أن قريش كما قال عمر بن الخطاب والمنافقين من المسلمين وكثير من المشركين لم يقبلوا بفضل أهل البيت بأهل فضل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن هنا الذي يريد أن يصل إلى الحقيقة سوف يجدها ولا خير بقراءة للقرآن بلا تفكر وتدبر وتفهم والسلام عليكم وفي أمان الله